اوعي تروحي المكان ده لوحدك لا هاتي نجار مهندس معك الكلام ده كلام صاحب المعرض النهاردة عندنا تشكيل حلوة جدا من غرف نوم العرايس الترندات يا جماعة البرندات اللي بتلاقها في المولات والمعرض الكبيرة بألوفات الألوفات النهاردة هتاخدها من أول يد من قلب الورش وبيقول لك هاتي نجار عشان تتأكدي كمان من جودة الأخشاب ومتحت تنفيذ أي موديل انتو عايزينه المعرض مش غرف نوم بس لقى عندهم نوم أطفال رقن أنترهات صفر وكلها أسعار جملة الجملة وعنده كمان تقسيط لأصحاب المعاشات والوظيف الحكومية الشغل الترند كله هتلاقوا موجود عندهم شغل الدريسنج والأفريقي والبوية الشغل سنسوري الإضاءة بقى المرايات التاتش شغلة عالي قوي هتشوفوا معينا في الفيديو ده جماعة المعرض عنوانه متصور في نهاية الفيديو لأن فيه كذا معرض مكة فانتو تأكدوا انتو رحين عند معرض أطفال مكة إدارة أحمد شبرة اللي في وش مسجد شهداي الأقصى على طول واللي يروح يقول جاي تابع قناة شوميات مكة وعايزوا العروض اللي عملها للمتابعين ما تنسوش بس لايك وشير ودعوة حلوة في التعليقات وتقولوا ان انتو تابع القناة وعلى بركة الله نبدأ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وزيد وبركة على سيدنا محمد زكيح اللي أخبار ده نورك والله النهاردة تشكيل جديد وعندنا حاجة القرار كمان بأمر الله كل أسبوع بتلاقوا شغل جديد هنا بأمر ربنا بأمر الله هنبدأ بإيه بالموديل اللي انتو شايفينه ده جماعة ده موديل توركي تمام بأمر الله بجمع بين الإزاز الأصمر بين الفوميح ومع الشرم أفريكي مع المقابض بأمر الله بتجمع شكل في الآخر حاجة زي ما انت شايفة كده تعصف تسلم إيه دك حلوة الحتة زي القديم بردو اللي هو توركي اللي هو مش باية تمام حلو حلو الدرفة مقخولة على الجنب على طول يعني فيش جنب باية وتحت زي ما انت شايفة كده طبعا الدرج دي كلها زي تمام الأخشاب بتاعتنا كلها أخشاب طبيعية تمام كل ده هو الكابس مربع تقسيمتو حلو حاجة محتربة الأمر اللي الدريسنج بردو تقسيم الدريسنج يا جماعة حلوة اوي تمام بيافل معنا على طول على الحق تمام بيافل على قرامل وكيه أفلى لوحدات حلوة اوي تمام من ناحية التانية بيبقى فيه كتف باية زي ما انت شايفة كده تمام تمام ده الشغل الجديد ده بقى ده بعمر الله الشغل الجديد حلوة دي ما عندي كده أرفف وشماعة طويلة حلو تمام تقسيمتو حلوة بردو تقسيمها بتاعتها العجرة على العجرة ومسي زي ما انت شافها ازاي كده ممكة طبعا كل ازاي بسكيك بتاعها حلو قوي تمام او مصدار مخفي فوقه اوه يا جماعة شكله ستلس حلو تمام جاي معها ايه غضة دي بصوا ده شكل الدولاب بس عشان تبقوا عارفين اللي هو دي كلها جماعة بيتبقى زينا عمولة بالضمان وشحن محافظات وخدمة ما بعد البيع وتقسيد الدولاب بتاع ادريسنج ودي التسريح حلو لد لد وده درج برضو وكلها مبطنة زي ما انت شايفين ودرج التالب برضو زي ودرج تحت كبير طبعا كل ده لد والازايز ده برضو محمول ليزر ليزر حلو تمام الازايز بارد اوي حاجة ما شاء الله عليها بيت حاجتها فيه تمام ودي الكمبيتنات بتاعتها هي كل ده السرير دراتين كوموجينو والسرير اه لا والعوضة تحفظ ميدور ده لد نور تمام بصبع مكتبات عشان مش شاهل حلو معا كوموجينو نفس تقسيمة التشريحة بحرة وتحت درجية حلو ده استغلال مساحات القضة دي حلوة ايوة على فكرة ده برضو الكموجينو بتاعنا درجين برضو تمام وجايدة معها اه والكنسول ده معها بأمر لا الكنسول ده معها كمان طب ونال القضة دي حلوة ناحية كونسول اهو ناحية كونسول وتلفوها شماعة تمام حلوة دي تمام ودرج القضة دي خطيرة يعني لما حاجة كتير بأمر الله كرسي بتاع التسريحة برضو من نفس الون التنجيز نفس الون التنجيز بتاع السرير تمام ونفس الربول السامرة تمام والقضة دي هنعمل لها كامية احمد بأمر الله لغرفة دي احمد ممارد عدفان مكة بأيذن الله عشان خطر حضرتك هتعمل سبعة وثلاثين الف جنيه بسبعة وثلاثين الف جنيه القضة كاملة زي ما انتم شايفينها يا جماعة ودي الدولاب تقسيمة دريسنج سرير معها كمان بنكت واتنينكم مدينو تسلم ايدك وعندنا خدمة تقسيم كمان في ايه تاني معاينة القضة دي تكرار خلي بالك كانت موجودة قبل كده من فترة تكرار القضة دي تحفق جماعة تكرار بنحدس اوه في المدلات تمام تلاتة ضرف رفين وشماعة حلو حاجة محتاجة جي مكتبة تسلم تسلم ايدك تمام حلوة رف وشماعة حلوة حدس ولا حرف تساحة بتاعتنا ايه تساحة حاجة محترمة برضا يا جماعة ببيرة ما شاء الله اه ومعنا كرسي التساحة زي عملت شايف برضا يا ممتك او كرسي مربع حلو تمام ودي السريح حاجة البنكت تمام ودي برضو الكومتالات بتاعتنا ايه كل اكسسوار زي ما انت شايفوا الاكسسوار بتاع الدورت زي الاكسسوار اللي في الضرفة اللي في الضرفة بالضبط ومبطنة وكل حاجة بيهتموا بكل تفصيلة كل قوضة يا جماعة والقوضة تحنعمل لها كم يحمل ان شاء الله الاكسسوار تحتى بقى ثمانية وتلاتين بثمانية وتلاتين الف جنيه حلوة ثمانية وتلاتين وشحن محافظات وهاتي نجار معاك عشان انت تبقي متطمنة بس مش اكتر بص بص القوضة دي حلوة القوضة دي كل دي وبعمر الله اول عرض القوضة دي معانا اول عرض ليا اول اصدار حلوة هنا رفينه شمع تمام رفينه شمع وبردو الضرفة بتأتي على الجنب ها بصوا بضغط الجنب خالص ما بيبانش هنا برضو في النص اه وحلو الشغل الفاميه وسنسور اضاءة اه سنسور اضاءة كده اما بتفتحوا الضرفة حساس بييده على طول تقسيمة مكتبة تمام بتقفل برضو عالجنب يا جماعة وحلو اول طبعا الليد دي من الاول الاخر في قلب الدولاي تمام تستمين حلوة الحتة دي قولنا فين بقيت حاجتة يا احمد والتسلحة التقسير المراجي معها المراجي معها بإذن الله يعني لو متاح لو عايزين تشروع قرص تتحط في جنب مسلا اه قرنا لوحدها هي لا حامل يعني لا حامل اه بتقف لوحدها لو عايزين تتعلق في الحيطة تتعلق في الحيطة حلوة دي يعني زي ما انتو عايزين بأمر اللي متاحة طبعا معنا دي ضرفة طبعا هتجدها وعيش ودي كل اضراب اه بص الدرجة ها طب هنها قفضيها بس رفال ازاي نكمل بقى بعد الازان ودي التسريحة زي ما انتو شايفين شكلها تحفة ده رف مفتوح كده مكشوف تمام يبين بقية الحاجة وده درج بردو حاجة زي ما انتو شايفة طبعا الدرج بكله زين احمر حاجة بشكل على على وبردو اللي تحت ده درج تاني تمام والرجول استل اسم التح حلو تمام ومع الازاز بردو الليزر حاجة باش اقول عليها عايز اقول لك التسريحة كلها على بعضها شكلها الشكلة بصوا التسريحة والدولاب بتاعنا بردو سنسر اضاءة نظام دريسنج ودي السرير والبراويز غير تحركها الممكنة البراويز اه يعني تمام ولو هتكمل معاكم شكل سريح زي كده حلو بجد والله وجلد ده لأ دي حاجة شابهة للجلد ده جلد مقلوب دي وماشي اسمها سوق ملمس الجلد اوي اه دي برضا تتعمل انها رقن وتعمل منها انتراهي حلوة وتبقى سهلة في النظافة على فك سهلة في النظافة بازن الله لو ماشيها بمبلطة فالليها ما بتقبلش اسافة اه تمام عاملة زي الجلد بالزبط ده البنجلد بتاعنا برضا هم البطن من جوه تمام هم متحتة غير اي لو نفس نظام التسريح نفس نظام التسريح تمام خلوة الوضة دي والوضة دي كاملة هنعمل لها كم يا حتى ديها ان شاء الله اعتبع تسعة وتلاتين الف بتسعة وتلاتين الف جنيزة ما انتم شايفينها الوضة كاملة معاكم اهي يا جماعة اللي حابب ياخدها يتواصل معهم على الارقام اللي على الشاشة لو ما جمعتش معاكم اتصال يتواصل واتس او الاردي صح كده تمام هنكمل مع بعض ولايكو شيء هنشوف هنكمل تمام الموديل ده بقى كله على بعضه كده فخامة والله اللي عايز انتوح فهل حلوة الوضة مفروضة قدامكم كلها هنبدأ اامل يمين رب من ايجعنا من اهل يمين بصوا ده السرير حلوة اه مدي شكل مدي زي ضي يعني الليد مش بان بس مدي ضي حلوة اوة تمام اه كلها نفس النظام نعايز اوريكم بس شكل القمجين على ما يفتح لنا البنكيت اجي القمجين بتاعنا والبنكيت نفس التنجيد برضو زي ما انتم شايفين وماشا نفس تمام تمام اه انا جبت بكمجينو حاجة ما شاء الله عليها اطل لها بالجنب على شكل مع بعضها تمام لأ وجاي معاهد دولة الفضية ده اه دولة الفضية دولة الفضية تمام وده درجة كمان ويش صغير حلوة حاجة محترمة كبير من الصغير حاجة ما شاء الله عليها اه حلوة اه حلو زي ما انتم حبي اه تمام والتسريحة طاطش اللي انا يا احمد بصوا التسريحة شغلة معاكم طاطش اضاءة زي ما انتم شايفين التسريحة القوضة كاملة هي معينا الادراج مع قطع الاساس دي اما ماتنا برضو بتجدي شكل اه ازا صامي كده حلوة حلوة تمام الدولة تلاتة ضرفة الدولة تلاتة ضرفة مع قطع التنجيد بصوا واخد السريحة بنافس التنجيد وقلة من بعضها التقسيمة بتاعتنا من جوة برضو زبرة فين وشماعة طبعا الخامة انا طول عمر اقول لكم هاتوا نجار تسهيلوا عليكم على نفسكم وعلى صاحب المعرض النجارة هيبقى فاهم مش هيغشك يعني فانت جيبي نجارة تبع كنت ده خشب هو كل ده خشب طبيعي مش امي دي اف ولا الكلام ده كل رفز يلوها كين اهو ده المفروض يشيل لدوم يا جماعة مش بنا ادمي اه تمام حلوة الله العظيم تحفظ الشغل بجد محدش يشتكلم المكان هنا خالص يعني البصور بقالي فترة بقالنا حوالي سنة ثلاثة مع بعض ومشاء الله ما فيش شكوى من المكان عسلي نفس الاساز اللي هنا ده تمام رفو شماع حلوة ده ده الضهر يا جماعة يعني حلوة 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 كما النهاردة دي ستة وتلاتين الف جنيه ستة وتلاتين الف جنيه دي النهاردة بستة وتلاتين الف جنيه زي ما انتم شايفين مراية اضاءة جاي معاد لو فضية السرير اتنينكم دينوا بنكت ومتاح شحن محافظة كمية نعرض معنا الاوضة البيضة دي بصو الاوضة دي فضيعة تحفة شكلها حلوة وحاجة عرايز بصوا كده القمود بتاع عامل ازاي منفوق برضو حلوة 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 بجد تمام حلوة البنكت برضو نفس التنجيدة البنكت اهو تمام حلوة هو دلق وماشي لزاي الجلد انا مقربت بصوا عامل زاي الجلد بالضبط يا جماعة شكله حلوة اوي تمام شكل السرير طرف والدلق بتاعنا والدلق بتاعنا الطرفتين الطرفة دريسينج اه الطرفة دريسينج تمام حاجة كده فخامه حاجة ما شو الله عليها يعني تمام وسنسور اضاء برضو مع الفتح حلو وده الناحية التانية دريسينج برضو وده مكتب وده الست قرفة صغارية اكسسوار الدهبي مع لابية الطعق وده رفو شماعة وبرده اضاءة زي ما انتم شايفينه تمام وعايز اقولك هم مش مقفلين اوي يعني ده هم مربطين حادات خفيفة كده اه عرد بس مش اقتر تمام بصوا التصليحة يا رب الحتة دقيقة بس تمام مش متوصل كما فيش هنا بريزة قريبة من نت تمام بصوا اربع تدراف لأ بس اصدنا لي بس الاكسسوارات عاملة ازاي حتة كده بجد في حالة وده تحصل بيقيد زي الكوموتينو كده زي ما الكوموتينو ايه كده مجي ضيكة حلو لأول مراهة ما شاء الله حاجة مساح لما اللد ده بيقيد كمان بيظهر اللي في وشه يعني اه بيباين الوش اكتر والميكاب والحاجات دي كلها بيظهر الحاجات دي كلها بعمر الله حلوة حلوة القضاء دي النهاردة كم يحمل وحلوة برضو خمسة وتلاتين حلوة بالنسبة من هي عمولة زان يا جماعة النهاردة بخمسة وتلاتين تسلم ايدك تمام الناس بقى اللي تعشق البنيات والكلاسك عندنا شغل الكلاسك والبنيات الله حلوة زي حلوة 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 اه يعني الضرفتين اللي على الجنب بيتفتحوا مفصلات طبعا الرف ده بيمزلس والقعدة من تحت والقعدة دروك حلوة تمام بصوا بصوا الجمال يعني الضرفتين اللي في الوسط جرار ارفف ارفف ومفصلات كمان حلوة حلوة زي والارفف ما شاء الله حساها غوية الجوة تمام زين حلوة كل ده زين تمام شكلها تحفة تمام جسرين اهو جديد بقى حاجة باشو الله عليها يعني لا البنكات جديدة حلوة زي درجين حلوة حلوة صحار جديد الشغل ده الشغل كله ماشاء الله وكرسي بتاعها برضو وكرسي بتاعها برضو تمام جوز امرأة والجوز التاني زي ما انت شايف كده المهمات كدار فاكبيرة للبرخونات والحاجات دي طبعا البرواس والحاجات دي كل ده بيتسبت لسه اه ومش متسبت يا جماعة عرض اهو عرض بس مش قط تمام طبعا كل ده اضرابة اي كل ده اضراب بأمر الله يعني بأمر الله يعني ودول الاتنين كومجينو بصوا كومجينو عامل ازاي نحبه بس ايه حواريكم القوضة كاملة بصوا دي قوضة كاملة هيا جماعة دي الدولاب ضرفتين اللي في الجناب بيتفتحوا مفصلات اللي في النص تقسيم الدريسنج غرار ودي السرير اه مديها شكل حلو قوي السرير بتاعها زي ما انت شايفين بنكات كرسي تسريحة والتسريحة بتاعتها مختلفة ايام مرف تحطوا عليها البرفانات والحاجات دي وزي ما انت شايفين تقسيمتها وده كلها على كام بأمر الله بأمر الله دية ان المعرض اطفال مكة عاملة سبعة وتلاتين الف وخمسمية جنيه عندنا تقسيد مقولناش عليه بردو عندنا تقسيد على فست المشتريات وعندنا تقسيد للموظفين واسحاب المعاشية واحنا مش بتعنم بس بأمر الله كل حاجة موجودة عندنا وضنوم عندنا ايه واض اطفال هنصورها لكل فترة الجاعة عشان بقنا كتير ما بنصورش عندنا انتراهات عندنا رقن وعندنا شغل احنا موجودين في تنان ارض المعارض قدام مسجد شهداء الاقصى ما تروحوش اي معرض تاني اسألوا على معرض احمد شبرة او معرض اطفال مكة وتواصلوا بالرقم الموجود على الشاشة لو ما جمعش معكم اتصال اتواصلوا والعنوان بالتفصيل هتلاقوا مصور في نهاية الفيديو هسيب لكم الارقام موجودة طول عرض الفيديو على الشاشة بحبكم في الله شوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله هنيجي بقى العنوان احنا واقفين دلوقتي قدام معرض اطفال مكة واتأكدوا انه معرض اطفال مكة يا جماعة عشان ما يختلطش عليكم الامر ودي اليفطة بتاعتهم كمان بارقامهم ادارة احمد شبرة مالوش ادارة تانية غير ادارة احمد شبرة يا جماعة نقدر نيجي بقى العنوان من طرقيل لو جايين من الاتجاه اللي انتو شايفينه ده هتيجوا محطة مترو يا جماعة شبرة او المؤسسة اتركابه عربيات من هناك اسمها عربيات طنان ونوة وهتقوله نزلنا يا جماعة ارض المعارض قدام مسجد شهداء الاقصى فين المسجد بقى قدامنا هو اللي قدامنا اللي عنده السلالم ده ده مسجد شهداء الاقصى العربية من عند المؤسسة هتنزلكوا قدام المسجد على طول المعرض يا جماعة في وش المسجد على طول اسمه اطفال مكة او معرض احمد شبرة ده لو جايين عن طريق المؤسسة لو جايين بقى طريق بصوا ليفت انا بحاول اوارها لكو لو جايلم الطريق ده هتيجوا طريق مصر اسكندرية الزراعي وتنزلوا مزلقان سنديون وتاخدوا من هناك عربية او تكتك قولوا نزلنا ارض المعارض عند معرض اطفال مكة يا جماعة او عند مسجد شهداء الاقصى برضو اللي انا زي ومتلكوا عليه من شوية معرض احمد شبرا وهسيب لكم كمان رقمهم اعلى الشاشة ودي ليفتت تعيتهم بالارقام برضو مفيش له ادارة ادارة احمد شبرا يا جماعة وفي كزا مكة فعشان ما يختلطش عليكم الامر المعرض اسمه اطفال مكة وخاص يا جماعة بكل ما يخص بقى انترهات ورقن وصلنات والمعرض كمان بيتماز هناك ان هو بيديكم الشغل بالضمان يا جماعة وشحن محافظات وعندهم كمان قوض نوم وقوض اطفال وصفر ورقن شغل كتير جدا ما شاء الله اللهم بارك واللي يروح يقول تبع يوميات مكة عشان ياخد بنفس اسعار الفيديو ما تنخلوش عليا بلايك وشير بحبكو في الله وشوفكو على خير في فيديو جديد ان شاء الله